مساء الخير عليكم يا جماعة النهاردة والنهاردة اول فيديو لي على اليوتيوب طبعا يعتبر يعني مش اول فيديو يعني بس طبعا لي فترة كبيرة محمدتش فيديوهات على اليوتيوب واول مرة اظهر بطريقة مباشرة كده وطبعا يا رب يعني كن الفيديو هيجيبكم باذن الله وكننا النهاردة هنتكلم على اللي هو الهوت اير طبعا الجماعة انا بتكلم على الناس المبتديين او اللي هما الناس اللي لسه هيشتروا الهوت اير اولا لازم نتكلم في كم نقطة كده في الاول قبل ما تشتري الهوت اير بيبقى فيه انواع كتير طبعا وانت حضرتك لسه بتبدأ تشتغل على الهوت اير طيب ايه الانواع اللي هي موجودة في السوق وايه الانواع اللي هي ممكن ان هي تفيدك في الشغل بتاعك وتسند معاك اولا لازم اقولك ان هو المنتشر على معتقادي يعني مثلا فيه نوع اسمه اللي هو كده اللي هو تمنمية اتنين وخمسين وده يعتبر هو الشعبي تمام اه ده اه اغلب الناس شغالة بيه تماما وبيتروح يمكن على معتقادي من هذا الفيديو في حدود خمسمية وسبعين حاجة زي كده اه اه ده شغال يعني يعتبر ان هو ممكن لو انت هتبدأ به طبعا اه لو انت معندكش امكانيات مادية ان انت تجيب حاجة اعلى منه فممكن تشتغل به تمام مبدئيا يعني على اساس ان هو هيبدأ ان هو مسلا ممكن يشتغل معاك ولكن لو انت عندك امكانيات مادية فممكن تجيب واحد طبعا بالمرة تمام بدل ما انت كل مرة او كل شوية يبقى يقل الكفاءة بتاعته معاك فاحنا النهاردة هنتكلم على حاجة اللي هو الهوت اير الام ار الام ار ده بيبقى فيه نوعين منه تمام وده يعتبر اللي هو النوع الوسط اللي ممكن تلاقيه في السوق تمام وهتلاقيه بوافرة يعني وحاجاته هو قطع غيره متوافرة وفي نفس الوقت ممكن تلاقيه اللي هو الحاجات بتاعته يعني مثلا لقدر الله لو ماكوا بازط او هوت اير باز تمام او اللي هو يعني بمعنى صح ببليء اه ام اه بتاعت الكتاة الغيارopf والذي أريد أن تتحدث عن الهوت الامر فيه منه نوعين النوع الأولاني من غير الديجيتال يعني الديجيتال يا جماعة هورهولكم دول وقت طبعا اللي هو شاشة عرض والنوع اللي هو الديجيتال بيبقى فيه شاشتين عرض شاشة للكاوية وشاشة للهوت ودي طبعا بتبين لك درجات الحرارة اللي هي بتبقى عليها ساعتها سواء كان الهوت او الكاوية طبعا هتقول لي عايز تفضل النوع ايه او اللي هو النوع اللي هو هيقدم معي والله انا بقول ان هما النوعين كويسين بس طبعا دي مقدرة مالية من عندك لو انت حابب ان انت تشتري او معاك فلوس تشتري طبعا الشاشة الديجيتال هتريحك طبعا في موضوع ان انت بتشوف درجة الحرارة وبتزبطها يعني قداما وطبعا بالاخص ان هو الهوت اير ده بيبقى واصل معي حاجتين جداد اللي هو شاحن يو اس بي يعتبر زي منفس كده يو اس بي تشحن منه الموبايل او تشغل منه اي حاجة وفولت تسعة تسعة فولت ده طبعا بتدخله على اساس ان انت بتشغل معاه الافو ميتر لو انت عندك افو ميتر بدل ما تقول شوية تدخل الحجارة وتطلحها وكده فهو بيشتغل حيث ان يتجوم لك الافو ميتر تمام هنبدأ دلوقتي ده بالنسبة للموضوع النظر بتاعنا طبعا احنا ما قلنا ان هو من وقت الفيديو بتاعنا اللي احنا عملينه المر اللي هو الهوت اللي هو من غير شاشة ديجيتال في الوقت اللي احنا دلوقتي الفيديو ده بتاعنا يعني اللي احنا عملينه بيتراوح ثمنه في حدود 750 تمام ممكن تلاقيه اغلى بخمسين ممكن تلاقيه ارخص بخمسين فدي اسعار سوق اما الهوت الديجيتال الام ار اللي هو تمنمية اتنين وخمسين دي تمام ده 8000 جنيه وانا لسه جايبه من ايمت ما كملتش 3 ايام او 4 ايام وحبيت اورهو لكم واشوقوا اوري لكم ازاي اول حاجة الهوت بيستعمل يلا بينا يا جماعة نشوف الهوت ازاي بنستعمله اولا الهوت يا جماعة هو طبعا انتو شايفينه مبدئيا قدل الهوت بتاعنا تمام ده يا جماعة الهوت بتاعنا طبعا هنبدأ نفتحه هنفتح طبعا اول حاجة يا جماعة احابب ان انا اقول لكم ان الحاجات دي يريد توصلوها على المنفذ مباشر للقهرباء او تجيبو مشترك يكون قوي تمام عشان الحاجات دي بتبقى عايزها درجة حرارة كبيرة طيب زي ما انتم شايفين كده هوا هنبدأ الهود بتاعنا هوا بيبقى فيه زي اول حاجة شاشتين عرض تمام زرارين للباور تمام عندك ادي اللي هو المكان بتاع الدراع الهود وده طبعا ده بيبقى حساس بيفصل لوحده وده اللي هو الكاوية بتاعتنا وبتبقى خلي بالك الكاوية السن بتاعها بيبقى كويس يعتبر لحد ما ما بتبقى انت عايز تغيره اول ما تشتري الهود تمام يعني بيبقى شغال هنبدأ نفتح اول زرار يا جماعة اللي هو طبعا مديني زرار باور اتنين عندك واحد للهود واحد للكاوية تمام طبعا زي ما انتم شايفين هنبدأ نفتح اول واحد ده اول واحد ده بتاع الكاوية تمام بتبدأ اللي هو الشاشة الديجيتال تدينا اللي هي حرارة الكاوية تمام فيه ثلاث مقاييس هنا هو طبعا ادي يا جماعة اللي هو ده اليو سي بي اللي بنقدر اللي هو نشحن منه الموبايلات او نستخدمه كمصدر للكهربا انا طبعا مستخدمه هنا هو كمصدر للكهربا فيه مكبر عندي اول حاجة فيه ثلاث مؤشرات هنا هو ده اول مؤشر اللي هو من تحت ده اللي انا بوطي واعلي وشايفين درجة الحرارة وهي بتوطي وتعلي ده اللي هو بتاع الكاوية تمام طيب طبعا احنا اللي هو درجة الحرارة اللي انت بتفضلها اللي هي الكاوية فيها وطبعا اللي هو معظم الناس اللي ماشي عليه اللي هو الكاوية بتبقى على الربعمية وخمسين اللي هي اعلى درجة حرارة عشان تبدأ ان هي تلحم معاك وما تفصلش تمام دي بالنسبة للكاوية الزرار اللي جنبه ده طبعا هنفتح اللي هو الهوت اير معاه اللي هو التاني تمام اللي هو الزرار التاني ابتدى الهوت اير هو يتفتح طبعا عشان انا حطه تمام فده اللي هو فاصل لوحده لان هو باللمس اول ما تحطه على الدراعة يفصل لوحده طبعا هنا هو تزبيت الحرارة بتاعة الهوت اير هنا هو تمام وطبعا زي ما انتم شايفين اها انا بزبط الحرارة بتاعة الهوت اير هنا ها من هنا ها تمام اه اللي هو الزرار اللي جنبه وفيه ده اللي هو الزرار اللي فوق ده تزبيت اللي هو الهوى طبعا يا جماعة انا حابب ان انا اقول لكم ان الحرارة الهوت اير بتتراوح مع بينا اللي هو الطبيعي يعني هيبقى في 250 350 350 390 وده طبعا على حسب احترافك انت وعلى حسب ادائك هتيجي عند الهوى احنا المفروض نزبط الهوى على النص فطبعا بس الهوى ده ان انت ما تطيرش المكونات بتاعت البردة فانت هتبدأ تزبط الهوى بتاعك على حسب ان هو الهوى يبقى طالع وما تطيرش المكونات بتاعت البردة طيب هنبدأ نمسك اللي هو الهوت اير بمجرد ما هنمسك الهوت اير ابتدأ يشتغل واللي ايه شايفين اللي هو طبعا هندفل كوي عشان تقدر تشوفه بس تركزه على الهوت اير تمام هتبدأ تلاجن الهوت اير تمام ابتدأ يشتغل اها تحط يدك بس من بعيد كده هوا عشان تشوف مدى الهوى تمام وهتبدأ انت تلاحظ ان ايه درجة حرارته بترتفع وطبعا انا لو عايز ارفحها تاني بابدأ ارفحها معايا لغاية 450 درجات الحرارة طبعا بيديني هنا هوا اللي هو الشاك لو بتبدأ الهوت اير تستخدمه وده هنا هو الهوى اللي هو طبعا ضغط الهوى بتحكم فيه تمام وده طبعا انا قلتلك بناء على استخدامك انت طبعا في حاجة تاني اخر حاجة يا جماعة اللي انا حابب ان انا ارهالكم اللي هو القصبة بتاعت الهوت اير او اللي هو المخرج بتاعه بيجي معايا 3 مخارج طبعا فتحة بتكون كبيرة وفتحة صغيرة زي ما انتو شايفين ودي وفتحة متوسطة ودي على حسب استخدامك انت تمام بتقدر تستخدم اذا كنت انت مثلا حابب اللي هو فتحة متوسطة ماشي اللي هو فتحة اللي هي الصغيرة ماشي الكبيرة ماشي بس انا افضل يعني الفتحة الصغيرة بالنسبة للبادئين عشان بتقدر ما تسيحش اي مكون حواليك وتقدر تركز على المكون اللي انت ناوي تخلاعه من البردة وده طبعا اللي هو السلك يا جماعة اللي هو بيتوصل هنا هوا طبعا انا اخطي اللي هوت اير ده السلك ده بيتوصل هنا هوا اها تمام وبتبدأ تربط اللي هو الطرف التاني في الافو ميتر وده طبعا انا هنشرح الافو ميتر مرة تاني ان شاء الله في الدرس التاني باذن الله وعندنا استنونا برضو في الهنشرح اللي هو جهاز الباور سابلاي اللي هو من نوعية برضو ام اار وهنحاول بقدر امكان ان احنا نيسر عليكم وده شرح طبعا اكيد شرح مبسط وديكم شايفين كل اللي اللي انتو محتاجينه ولو محتاجين اي اسئلة او اي السفصار على النوع اللي هو ام اار ياريت ترسلونا وياريت تكلمونا ان شاء الله وانا ان شاء الله باذن الله هحاول بقدر امكان ان انا هرد على كل الاسترصارات بتاعكم بالنسبة للهوت اير اللي هو الهوت اير اللي هو الام اار وطبعا ما تنسونيش في اللايك والاعجاب والاشتراك بالقناة والتعليقات واهم حاجه يا جماعة تحفزوني عشان ان شاء الله ربنا يكرمني باذن الله وعمل لكم فيديو تاني على البور سابلاي والافو ميتر والمعدات المستخدمة في فك وتركيب البرد وان شاء الله باذن الله اتمنى ان انا اكون عجبتكم اشتركوا في القناة وانشتركوا في القناة